تواصل تركيا رفضها وقف إطلاق النار في ليبيا إذ ما تزال ترسل مزيدا من المرتزق السوريين إلى طرابلس للمشاركة في عمليات القتال بجانب ميليشيات السراج للسيطرة على مدينتي سرتي والجفرة وتجاهلها لأي مبادرات سلمية لوقف إطلاق النار في البلاد وفي هذا الصدد تصاعدت التنديدات الدولية خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي في ليبيا وسط تزايد الأطماع التركية التي تحاول مجددا بسط سيطرتها على أبرز المواقع الاستراتيجية المؤدية إلى الهلال النفطي وبحسب مهتمين بالشأن الليبي فإن الأولوية في ليبيا تتمثل في ضرورة وقف إطلاق النار ولعودة إلى العملية السياسية فضلا عن تكثيف التشاور بين دول الجوار لضمان عودة السلام والاستقرار بعيدا عن تفاقم الغطرصة العثمانية في البلاد حيث لا تزال أنقرة تستمر في إرسال دفعات جديدة من المرتزقة للمشاركة في العملية العسكرية للهجوم على سرط والجفرة فقد ارتفعت أعداد تلك الماليشيات إلى 16.100 شخص من حاملي الجنسية السورية ومن جهة أخرى أبدى مراقبون استغرابهم من دور مجلس الأمن في عدم توجيه أي اتهام بالمجلس إلى أردغان الذي يتباهى بتدخله غير الشرعي في ليبيا بالرغم من تصريحاته عن انتهاك حقوق الإنسان مرفقة بوقائع مصورة حية لهذه الانتهاكات فضلا عن تجاهل أعضاء المجلس لكافة التطورات المهمة التي حدثت مؤخرا في مواقف دول الجوار لليبيا كما لم يتوقف أحدا من أعضاء مجلس الأمن حول الشرعية الزائفة لحكومة الصخيرات التي تآكلت شرعيتها باعتبار أن الأمد الزمني لتلك الحكومة قد انتهى منذ سنوات بنص الاتفاق نفسه إضافة إلى تجاهل البعتة الأممية للدعم في ليبيا بقيادة ستيفاني وليامز على كافة التدخلات الخارجية في ليبيا وارتكاب مجازر جماعية في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الصخيرات